أعوذك الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل بيئة الوحدة الثالثة الغلاف الأرضي geosphere هنا نعرف في البداية أهداف هذه الوحدة فمن أهداف هذه الوحدة التعرف على الغلاف الأرضي التعرف على الغلاف الأرضي هو ما يسمى بجيوسphere هو ما يعرف بما يسمى بجيوسphere وتركيب الغلاف الأرضي جيوسفير ستركشا أيضا ملوثات التربة التلوث الطبيعي هناك أيضا تلوث طبيعي وصناعي فهنا التلوث الطبيعي بالنسبة للتربة فهناك نوعان النوع الأول الإنجراف والنوع الثاني التصحر طرق مخافحة التلوث الطبيعي ونعرف أن أهداف هذه المادة مستخلصة من كتاب علوم تلوث البيئة تأليف الأستاذ الدكتور حسن بن محمد السويدان صفحة 85 إلى 98 لمن أراد تفاصيل أكثر هنا الأشياء التي نريد أن نغطيها من أهداف هذه الوحدة الغلاف الأرضي اللي هو ما يسمى بالإنجليزي جيوسفير وهي طبقة رقيقة تحتوي على التربة الصالحة لنمو النبات وتركيب الغلاف الأرضي جيوسفير ستركشا هناك ثلاثة طبقات الطبقة السطحية الطبقة تحت التربة والصحر الأم نمرة ثلاثة ملوسات التربة وهناك الملوسات اثنان نوعان من الملوسات هنا أسف ملوسات التربة نوعان فملوس طبيعي وملوس صناعي والتلوث الطبيعي ينقسم إلى قسمين اللي هو اثنين الانجراف ووذرينغ والديزرتيفكيشن التصحر طرق مكافحة التلوث الطبيعي اللي هو لأن التلوث الطبيعي أكبر المهددات للبيئة فيتلخص هنا تتلخص محاربة التلوث الطبيعي أي مكافحته في مكافحة الانجراف نكافح الانجراف كيف تحسين نوع الزراعة والمرأي والتصحر يتضمن وقف زحف الرمال بطريقة الزراعة والمصدات وبهذا يمكن أن نكافح التلوث الطبيعي وإلى أن نواصل في مقاطع أخرى في هذا المنهج وندرس كل هدف من هذه الأداف بالتفصيل